وهي إذا دخل الإنسان إلى المسجد ووجد الإمام راكعا أو ساجدا فماذا يصنعه؟ الأصل والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يتابع الإمام على الحال الذي هو عليها إن كان واقفا وقف إن كان راكعا ركع إن كان ساجدا سجد إن كان جالسا جلس الأصل المتابعة هذا هو الأصل أن يكبر ويدخل مع الإمام فإن كان أدرك الركعة فإنه انتهى أمره ولا يعيد هذه الركعة وإن كان لم يدرك الركعة فإنه يعيد بدلها ركعة يقضي ركعة مكانها والكلام عند أهل العلم هو متى يدرك الركعة متى يكون مدركا للركعة أو لا لأهل العلم القول الأول قال أنه إذا أدرك الإمام وهو راكع فهو مدرك للركعة حتى ولو فاتته الفاتحة يعني دخل المسجد الإمام راكع جاء وكبر وركع قبل أن يرفع الإمام فهو مدرك للركعة وهذا قول جماهير أهل العلم في هذه الحالة فهو مدرك للركعة أما إذا جاءه والإمام ساجد فهو غير مدرك للركعة فالذي يفعل البعض ماذا أنه يقف مثلا حتى يتأكد هل الإمام سيجلس للتشهد يعني هل فاتته ركعتان فيجلس للتشهد الأول أو أن الإمام سيقوم فيكون واقفا معه وهذا خطأ تصور إذا وقفت هكذا فوت على نفسك أجر عظيم وهو السجود لله تبارك وتعالى أسجد لله جل وعلا ثم أجلس واذكر الله ثم أسجد لله سبحانه وتعالى وإن لم تكن لك ركعة وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت والإمام ركعة فاركعة وعدها ركعة وإذا جئت والإمام جالس ساجد فاسجد ولا تعدها ركعة على كل حال وهذا الحديث حسن إن شاء الله تعالى حسن أهل الألباني وغيرهم بعض أهل العلم يرى أن إدراك الركعة لا يكون إلا بإدراك الفاتحة ولذلك لا فرق عندهم بين من يأتي والإمام راكع أو من يأتي والإمام ساجد لأنه فاتته الفاتحة والفاتحة عنده ركن وهذا هو المشهور من قول الشافعي رحمه الله تعالى والسبكي رحمه الله تعالى أنه لا بد من إدراك الفاتحة وأما إذا جاء الإمام راك قال لا يدرك وعلى كل حال سواء قلنا بقول الجمهور وهو الصحيح أنه مدرك طالما أنه يدرك الإمام هو راكع أو غير مدرك على قول البخاري والسبكي إلا بقراءة الفاتحة على كلا حالتين هو الأصل أن يتابع الإمام يدخل مع الإمام عدها ركعة لم يعدها ركعة هذا موضوع آخر لكن من السنة أن يدخل مع الإمام وإما أن يأتي من ركعة التي فاتت وإما أن يعتبر هذه الركعة والعلم عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته